يا رب قدم علينا الوصال اللي بيننا وبينكم عشان نكون دايما في حضرة زيد جلالي والإكرامي والجمال سبحانه وتعالى وتعالوا نشوف أول سؤال وصل لنا على صفحتنا بيقول ايه بيقول السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لو سمحت أنا شغال خدمة عملاء في براند حلواني بس الشركة عندي للأسف بتنفذ منتجات في المولد النبوي ربنا يسامحك في المولد النبوي ومناسبات تانية زي الفلنتين وعيد الأم وبتقدم منتجات سيام للمسيحيين فالأأسم على ذلك يا برجاء الفيادة ولكم جزيز الشكر لا لا تأسم بالعكس ان شاء الله ربنا يبارك لك ان انت بتساعد الناس ان هي تفرح في الأعياد ويبقى عندها أكل حلو يخليهم سعداء وعندهم فرحة لان دي مواطن فرحة لله سبحانه وتعالى أما إذا كنت بتتكلم يعني عن كل واحدة بالتفصيل فأكيد ان الاحتفال بالمولد النبوي من السنن المهم عندنا احتفال بالمولد النبوي مستحب ولابد ان احنا نعرف ان الاحتفال بالمولد النبوي صحيح مش لازم بالحلوة لكن الاحتفال بالمولد النبوي حاجة مهمة وانا بالحقيقة يعني زعلت أولا ما انت قلت للأسف وبعدين رحت قلت للأسف واول حاجة جبت المولد النبوي يا سيدي لازم نفهم حاجة مهمة جدا 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 ان الاحتفال بالمولد النبوي دي سنة على الرسول الله صلى الله عليه وسلم فسنة على الرسول الله ودوت كل الكلام دوت اللي حصل لنا حصل لنا بسبب التدين الكمي ده التدين اللي واضح ان في جفوة بينه وبين حضرة النبوي حتى لو قال الناس ان هم بأكثر التزاما بالسنة السنة يا سيدي انا اقول لك حاجة الناس دي مش هتكون اكثر التزاما بالسنة من الصحابة الصحابة ما عملوش زي ما عملوا كده الصحابة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلي انا احدكم العصرة الا في بني قريزة فإلا حاصل فبعد الصحابة بعد الصحابة صلوا العصرة في الطريق وقال لهم اتصليوش العصرة في بني قريزة فقالوا انما اراد رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا؟ أن نسرع فسنسرع ونصلي في الطريق رسول الله أقرهم فرسول الله ما كانش بيقر عليهم في الحقيقة أنهم صلاتهم مش بيصحح لهم صلاتهم ده بيصحح لهم مناك تفكرهم أن احنا عايزين نحقق مراد رسول الله فرسول الله لما صام في مولده وكان بيصوم كل أسبوع على فكرة أكيد حضرت النبي أقول لكم حاجة يعني استلال لطيف كده في الاحتفال بالمولد حضرت النبي صلى الله عليه وسلم لو كان هو بيحتفل بالمولد فهو ولد في يوم واحد في السنة مش ممكن يكون حضرت النبي تكرر ميلاده في كل يوم اتنين لكن حضرت النبي يقول إيه؟ أن ميلاده كان سبب من أسباب البركة والنور في الأيام فاليوم اللي يتولد فيه حضرت النبي بقى إيه اللي حاصل نحتفل به كل أسبوع فعايز حضرت النبي يقول لنا إيه أن الاحتفال مش قاصر على اليوم الميلاد يعني إيه؟ ومش قاصر على طريقة واحدة في الاحتفال فكل اللي يحتفل بأي شكل من الاحتفال بمولد حضرت النبي فهو بيحقق مراد رسول الله اللي هو إيه؟ حسوا بعظيم منة الله على العباد بأن الله أخرجني وبعثني إليكم فالحمد لله على نعمة رسول الله فأنت لازم تفهم كده تفهم كده بشكل واضح فلا بد أن أنت تفهم أن أنت بتوصل الحلوة للناس أو بتساعد الناس في ده فأنت في الحقيقة أو حتى بترد على الناس في هذا السياق فأنت بتعمل عمل حلال والمال اللي أنت بتاخده حلال وما فيش أي إشكال في أي نوع من أنواع الاحتفالات اللي أنت اتكلمت عنها وأن الاحتفالات دي يكون فيها حلوة فده جائز وليس من قبيل الحرام فده جائز أن أنت تعمل ده